عشية الاحتفال بالذكرى الثانية والست لاندلاع ثورة التحرير اندلعت ثورة التغيير بوزارة التربية الوطنية حيث عرف القطاع اجراء حركة واسعة في سلك الأمناء العمون مست 19 ولاية إلى جانب 8 مدراء جاء هذا عقب اجتماع ترأسته وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط مع الأمناء العمون لمديريات التربية بمقر الوزارة بالمرادية وبحضور الإطارات المركزية هذا وأبرزت بن غبريط من خلال الاجتماع المهمة المنتظرة منهم بتوليهم هذه الوظيفة الهمة في تسيير الإدارة التربوية المحلية كما تضرقت إلى ضرورة التحلي باليقظة والالتسام بتطبيق قواعد العمل الجماعية ضمن فريق عمل يشط تحت السلطة المباشرة لمديري التربية للولاية لصالح التلميذ بالدرجة الأولى مع فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة المعدة المسبقا بعد اتفاق كل الأطراف على مضامنها نشير إلى أن الولايات التي مسها التغيير تتمثل في كل من إليزيتا من راسة غرداية طارف عنابة عينتي موشنت النعامة ورق لا تيسي وزو الجزائر غرب وهران البويرة الوادي المسيلة بسة جيجل شلف وأخيرا ولاية البوليدة